أكد وزير الخارجية سمح شكري أن التحديات الناجمة عن استغلال بعض الأطراف لتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال للترويج للأفكار الإرهابية والمتطرفة تفرض على أعضاء المجتمع الدولي التعاون فيما بينهم للتصدي لها جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين حول مكافحة الإرهاب حيث استعرض وزير الخارجية رؤية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب مؤكدا أهمية نجاح المساعر رامية إلى بلورة اتفاقية قانونية دولية ملزمة في إطار الأمم المتحدة حول تجريم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغرض ارتكاب الجرائم